بدأت في تونس الحملة الانتخابية الرئاسية بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة نهائية تضم 26 مرشحاً ومن المنتظر أن تستمر حملات المرشحين لأكثر من أسبوعين وسط مخاوف البعض من تجاوزات محتملة خلالها 26 مرشحاً هي القائمة النهائية للانتخابة الرئاسية في تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت ذلك رسمياً بعد النظر في الطعون وانتهاء آجال سحب الترشحات التنافس للوصول إلى سدة الحكم بين مرشحين من أطياف سياسية مختلفة دفع رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر إلى دعوة المرشحين بالالتزام بالنزاهة والشفافية أثناء الحملة الانتخابية دولة حريصة على أن تكون هذه الانتخابات تقع في شفافية وأن تكون صدقة وأن تعطي لكل المتنفسين حضوضهم حضوض متساوية لكن ورغم حرص هيئتي الانتخابات والأعلام في تونس على ضبط قواعد الحملة الانتخابية التي تنطلق في الثاني من سبتمبر أيلول في الداخل التونسي تظل مخاوف متابعين من حدوث تجاوزات من قبل المرشحين أثناء الحملة واردة المرشحون جميعا تقريبا سقطوا في محاذير أول واختروا عدم الوعي بما يمكن منه الدستور رئيس الجمهورية ثانيا هناك وعود تبلغ حد الخيال ثالثا هناك صراعات هناية بلغت حدا أخلاقيا غير مقبول تونس دخلت منعرج استعدادات المرحلة الأخيرة من الانتخابات استعدادات وسط سعي حثيث للنأي بها عن كل تجاوزات وخرقات في حملتها قد تنصف مرشحين دون غيرهم غدا يبدأ العد التنازلي في أول أيام الحملة الانتخابية حملة لا يفصل بينها وبين يوم الاقتراع سوى أسبوعين ليحسم بعدها الشعب رأيه في رئيس تونس الجديد أمير مهدب العربي تونس وينضم إلينا من تونس نصردين بن جديد الكاتب الصحفي سيد بن جديد المحاذير أو التركيز على أن تكون النزهة هي سمة الحملات الانتخابية هذا مفهوم لكن برأيك ما هي أكثر المحاذير التي بالضرورة أو بحكم النفس التنافسي بين المرشحين قد يقعون فيها خلال الأسبوعين المقبلين من الحملة من سيد الخير ستحدث عن الماضي قبل الحديث عن المستقبل منذ ظهور نباء وفاة الباجي قائد السبس وتأكد من الوفاة انطلقت الحملة الانتخابية فعلا وجثمانهم لم يوارد تراب ولم تنتهي الجنازة منذ ذلك اليوم إلى الآن وإلى يوم الانتخابات هناك حملة انتخابية مستمرة دون هوادة ودون انقطاع ثانيا ولا أهم هناك جهل مطقع من غالبية المترشحين بما هي أو بالصلاحية الممنوحة للرئيس من الدستور التونسي الذي تم مصدقة عليه بعد الثورة ثالثا أعتبر أن هناك المال السياسي الظهر عندما لا نحكم إلا على ظهر الأمور مثلا على صفحات البيسبوك والصحافات المدعومة بعدد كبير جدا وملايين الدولارات تستغلوا في هذا الأثناء دون أن تتمكن هذه العالية للانتخابات من تقرير من هي الجهة التي تصرف أو دون أن تتمكن وفقا للقانون الدولي من متابعة هذه الشجيات التي تصرف هذا الكم الكبير من المال على هذه الصفحات ودون أن نذهب في تحليل علمي لإعطاء أو لإنتاج الصحافة التونسية والإعلام المري الذي هو غير متوازن بالمرة في طاعته مع المترشحين بمختلف أدوانيين إذن سيد نصر الدين نتحدث عن المال نتحدث عن الإعلام بما فيه سوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي ولكن أيضا كان هناك حديث عن مثاق لأمة المساجد لاعتبار أنه يمكن أن تكون خطب المساجد محافظة أو مجيشة ويعني تدخل في السياق الحملة الانتخابية الدين لم يبعد عن السياسة منذ القديم في تونس والدين هو جزء من التعامل السياسي والدولة مسؤولة على الدين وكامل الرؤساء الذين سابقوا محمد الناصر وبما فيه محمد الناصر لهم طابع ديني ويشرفون على المناسبات الدينية لكن أعتبر أن المساجد هذه المرة موزعة ولن تكون ذات صوتا رجل واحد ولن تكون متدخلة بالشكل المعتاد ضمن ما هو حملة انتخابية لاعتبارات عدة أولها كثرت وارتفاع عدد الجهات المترجحين الذين يدعون خطابا إسلاميا وثانيا والأهم خوف هذه الجهات من القضاء ومن تدخل الدولة لإيقاف هذه المساجد ومن عدم إيقاف أيامة هذه المساجد وعنم ترك المواصلون معهم سيد ناصر الدين بن جديد الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك من تونس ترجمة نانسي قنقر